بعد أن فتحت المعاهد والجامعات في تونس أبوابها من جديد أمام آلاف التلاميذ والطلبة أعلنت السلطات التونسية أنه بداية من يوم الاثنين ستبدأ في إجراء 1700 تحليل سريع لتقصي فيروس كورونا المستجد في هذه المؤسسات التربوية وحسب مصادر صحية فإن الاختبارات ستستمر طيلة الأسبوع وستشمل بالأساس الأساتذة الجامعيين والطلب الوافدين من ولايات سجلت مخاطر أعلى في انتشار الوباء هذا وقد أعلنت كل من وزارتين التربية والصحة في وقت سابق أنه سيتم إجراء حملة واسعة للتقصي السريع عن الفيروس في الولايات التي سجلت عشر إصابات على كل مائة ألف ساكن والتي صنفت كولايات ذات خطورة كبرى أو متوسطة لانتقال فيروس كورونا المستجد وتأتي هذه الخطوة في خضم استعداد تونس لبداية المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه والذي عرف في مرحلتين الأولى والثانية نجاحا كبيرا حسب الجهات الرسمية التي شددت في نفس الوقت على ضرورة احترام المواطنين لجميع الإجراءات مثل الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وتجنب التجمع حتى لا تعرف البلاد انتكاسة وعودة لانتشار الوباء بقوة خاصة مع الإمكانيات المحدودة للدولة وتماشيا مع إجراءات التخفيف تم تركيز معدات قيس حرارية بمداخل مطار تونس قرطاج الدولي تمهيدا لإمكانية استئناف الرحلات الجوية هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في آخر بيان لها أنه قد تم تسجيل 960 حالة شفاء من الفيروس إلى حد الآن وأن المصابين حاليا 69 شخصا فقط في كامل أرجاء البلاد بينما استقر عدد الوفيات عند 48 حالة منذ اكتشاف الوباء بداية شهر مارس ترجمة نانسي قنقر